الحق واضح والله تعالى يهدي إليه من استهداه فمن كان يبحث عن الحق فلابد أن يصل إليه بإذن الله ومن الباحثين عن الحقيقة أبو عبد الله سلمان الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام يقال له ابن الإسلام وسلمان الخير خرج من قريته جي من بلاد فارس إلى الشام باحثا عن الدين الحق ثم إلى العراق وما زال يتنقل بين البلاد حتى أخبر أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى المدينة فرحل إليها مع قافلة فغدروا به وباعوه ليهودي حتى التقى سلمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيه علامات النبوة التي أخبر بها فأسلم وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع يده عليه فقال لو كان الإيمان عند الثرية لناله رجال من هؤلاء كان من علماء الصحابة قال معاذ بن جبل التمس العلم عند أربعة عند عويمر أبي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام ومن فطنته أنه في غزوة الأحزاب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق فقال يا رسول الله إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا فأعجب رأي سلمان المسلمين وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم ومن صائحه العظيمة التي صارت مثلا عبر الأجيال قوله لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان كان من الزهاد المتواضعين والكرماء المنفقين كان يتصدق بعطائه أي راتبه كله ثم يعمل الخوص ويأكل من كسب يده ولا يقبل من أحد شيئا وكان يجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب فقد اشترى طعاما من السوق ليدخره فقيل له تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس توفي سلمان الفارسي بالمدائن سنة ثلاث وثلاثين وقيل غير ذلك فرضي الله عنه وأرضاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا